الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الطلاب الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هذه الآيات من بداية سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن صنف من الناس وهذا الصنف من أخبث أصناف الناس ومن أسوأ أصناف الناس ودفئ دليل أولا إن الناس أصناف ما كلهم واحد وما يستوون عند الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس فمنهم مؤمن ومنهم كافر وأكثر الناس كفر بالله تبارك وتعالى وأكثر الناس مشركين أو مشركون بالله عز وجل زي ما ربنا قال في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وربنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وربنا قال وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون فلا بغل تعرف يا طالب يا مسلم إن أكثر من في هذه الأرض ما دائرين الحق ولا دائرين الدين ربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أكثر الناس بيكروا الحق الحق دا ما دائرين نعديل دين وما أدراك ما دين إن تابقى راجل تعال قول الكلام ده هنا شان نبلعك النجيل دي ومن وراك ببايتين موية لما نتكرع شوف بالله صعالك ديل قال ما تجبكنا دين وما أدراك ما دين تعال تعال خش لنا هنا كلام من بره شوف شغلت النسوان ما بتنفع معنا نوريك ونحن شغلنا دا الليلة ما أول يوم ولا تاني يوم ولو كانت الأرض تنطق لنطقت هذه الأرض وتوريك المعارك اللي دارت في المكان ده قبل سنوات طويلة أسو شغل نسوان معنا ما بنفع ولا عندنا شغل ورا ورا وبدس دس شغلنا واضح واضح والله أوضح من الشمس في نصف النهار أسو ما عندنا نلعب كتير وجهزين لا يزول زي ما قال لك أخونا يسرقي بيل حتى الجماعة كانوا جوا ديل وأنا جاي لهم جاي لهم بعشوية الدكتور اللي كانوا مقعدون جوا هنا نضم لك المتين تلاتة وما بتقدر انت ذاتك تتكلم كتير عرفتا؟ ما بتقدر تنضم كتير كلمتين تلاتة وقام فات جاي لنا كذبر شوية وأنا نخليك الدكتور والشفاة الأولاد المعاك فألق الله أخلي الطلاب دي ليستفيدوا يا خل نازل بس اللي يعكروا مزاجك ما بيرتاحوا والله فتعرف إنه من فوائد هذه الآية إنه الناس أصناف وأكثر الناس ما دائرين الدين تعرف المعلومة دي لابد تخذتها في راسك أكثر الناس ما دائرين الدين ومن هنا تطلع بفايدة تانية إنك ما تفتش رضا الناس إياك تبحث عن رضا الناس لأن رضا الناس كما قيله غاية لا تدرك لغاية أنت ما بتقدر تلحقها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما وصل الغاية دي هل كل الناس رضوا عنهم أبدا بل أكثر الناس ما رضوا عنهم طيب إذا كان رسل الله رسل وأكثر الناس ما قبلوا بهم داري قبلوا بك فما تفتش رضا الناس لكن قل الحق كما قال تعالى وقل الحق من ربكم بعده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشول وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا تقول الحق دا ولو كان مر ولو كان حار ولو كان على أقرب الأقربين قول الحق أفوت ما تلتفت وراك تاني ولا تنتظر الناس صفق لك ولا ترجو من أهد جزاءا ولا شكورا أبدا ويا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على رب العالمين ربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في ناس بيقولوا والقول دا باللسان طبعا بيقولوا بألسناتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بيقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر قالوا آمنا بالله يعني حققنا كل أركان الإيمان بالله الثلاثة الإيمان بالربوبية إنه ربنا هو المالك وهو المدبر كويس وهو الخالق الله تبارك وتعالى وأمنا بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كل ذا بيقولوا بي لسانهم أمنا وبألوهيتي أمنا إنه ما يعبد أهد مع الله عز وجل وهو تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة بيقولوا بي لسانهم لكن في الحقيقة وفي قلوب جوا هل هم مؤمنين ربنا قالوا وما هم بمؤمنين لأنه ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شكدا ده بعدين يوم القيامة يوم تبله السرائر يوم تبل السرائر ما السرائر فيه ناس بيقروا على السرائر يوم تبله السرائر السريرة من السريرة بعدين يزول كان ده سلو حاجة جوا في في صدره بيمرك بعدين يوم القيامة الحاجة دي بتطلع كويس الله قال وما هم بمؤمنين بيقولوا بي لسانهم بس وده يا أخوان من خبث هؤلاء المنافقين ده طبعا المنافقين أخبث أو من أخبث خلق الله تبارك وتعالى دل تلقاهم جوة لكنهم ما جوة يعني جوة معاك في الظاهر تلقاهم مسلم الشكل بتاعه برا البوضي بتاعه تلقاهم مسلم بل قد يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بل ممكن يبكيك والله تهذر آمل حسابك ربنا قال في سورة المنافقين قال تعالى وإذا رأيتهم شوف الخطاب ده موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده وإذا رأيتهم دين منه دين المنافقين قال تعجبك أجسامهم لما تشوفوا كذا يعجبك جلابية نظيفة وشالبت جنبة وعمة خمسة متر وريحة كيف طاقة على بعد كيلو نص عرفته وتلقاه نظيف يلمع عرفته وقال لابد لو كرافيتة وقاطع نص يجيبوا لك في التلفزيون لما تشوفوا كذا تقول ده ياهو العلم ذاته ده العلامة البحر الفهامة ذاته عمل حسابك الله قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا لما ينظموا تسمع لقولهم انتبهوا تسمع لقولهم ليه لأنه كلام حلو كلام فيه منطج تلقوا من أفسح خلق الله في اللغة والله ينظم له كذا ما يلحن أصلا في اللغة العربية لا في ضم بأعمل كسرة ولا العكس يا أخواننا الأمر هذا ما خطير تخيل معاي شخصية زيدي شكل جزاب كلام منطقي وجزاب ربنا قال كأنهم خشب مسندة الخشب المسندة زي شفت الخشب البسوبة الراكوبة مش بيسندوا بالجنبات خدت له بيجاي خشبة وتاني بيجاي خشبة السندات دي لو شلتها الخشبة دي بيتقيف ولا بتقع بتقع شتارف إنه النازل هم في النهاية ما عندهم شي حبارة عن خيمة بيسندات مجرد ما شلت السندات الخيمة ما له بتقع كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم أي صيحة بيحسبو عليهم لما نيجي يشوفوا السلفين بمضموا يقول لك ديل أكيد بيتكلموا فينا أكيد كويس؟ لو قالوا في أعداد يخزو الناس يخزو المسلمين تلقاهم أخوف وأجبن خلق الله شوف المنافقين من أجبن خلق الله تبارك وتعالى ربنا قال في سورة الأحزاب ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ربنا قال وما هي بعورة طيب ما لهم إن يريدون إلا ثرارة أجبن خلق الله ما بتلقاهم في الحر عبدا ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل أقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم دي اللي إشكالية الكبيرة إنه في ناس بيسمعوا لهم وفيكم سماعون لهم المنافقين دي الما دايرين الدين هم مش قاعدين جوه بيتكلموا بإسم الإسلام الدين دا ما دايرينه ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أنزل الله شنوه القرآن مش كدة وإلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا ما بدور السنة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته قال رأيت المنافقين يصدون عنك ما قال يصدون عما أنزل الله ما بدور النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدور سنة النبي عليه الصلاة والسلام رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا يعني بكل ما يملك من قوة وكل ما يملك من شبهات سدودا كويس ربنا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسانا وتوفيقا الله قال أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فعظهم فعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما دين المنافقين أخطر ناس الله قال في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله تبارك وتعالى زي ما قال ربنا هنا في البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يتظاهروا بالإسلام يتظاهروا إنهم ناس مؤمنين ربنا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أكثر ناس القوم ما بصلوا شاكد النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال إن أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعصر ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا دار تعرف المنافق شوفوا في الصبح وشوفوا في العصر أو في العشة على اختلاف الروايات ما بيحضر دائما في العصر تلقوا واقف ليه؟ لأن ربنا قال يراؤون الناس دائر الناس يشوفوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا دائر الناس يشوفوا لكن العشة مع الظلمة ممكن يختفي ما في ذلك يشوفوا والزمن داك ما فيه أنور والسبوع برضو ظلام تلقى ما فيه هرفت؟ لأنه يشغلوا كل الرياء ونفاق دائر الناس يشوفوا كويس؟ ما دائرين السنة من أكثر الناس حقدا على المؤمنين هم المنافقون أكثر الناس حقدا على المؤمنين تلقاهم المنهج السلفي ده ما بدوره والسلفين عندهم كالشيطان بل أشد تلقى عندهم المؤمنين كالشيطان أو أشد ما بدور المؤمنين أبدا ربنا قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يكسد بل أعز أنفسهم أذل وأحقر خلق الله ويكسد بالأذل منه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون فشوف كون تقول أنا مؤمن بل لسان فقط ده ما بينفع ولا بنجيك أمام الله عز وجل الإيمان ده يترتب عليه أمور كثيرة جدا يترتب عليه أمور كثيرة جدا لابد تعمل بعد ما تعتقد تعمل أدريب لك مثال يا أخوان ما ممكن يقول أنا مؤمن ويزعم إن الشيخ بأعلم الغب زي ما في منهج التصوف شفت منهج الصوفية ده منهج أقرب للنفاق وللكفر بالله تبارك وتعالى يجيك البرعي البرعي البحرق ناس كتار ونحن ما بنغليه يحرقك شفت يبقى بك كده تطير فوق تجي راجع تطير ما تجي راجع ما بنغليك الصوبة بنغليك ولا بنغلي البرعي البرعي يقول قوماك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغاب باطن وظاهر ده كفر ونفاق والعياذ بالله وده منهج الصوفية وهذا المنهج نحن له بالمرصات بحول الله تعالى وقوة والكلام ده أبنقوله تفاخر ولم نقوله شاني كبروا لنا لا لكن نحن نعني ما نقول نحن لهذا المنهج بالمرصات ولو أبى من أبى من جماعة ينصار السنة وغيره الدكتور الكنجوة قابوا شوية خش الغناء بتاعة اس 24 ده زاته مين بلى الكنجوة ده ونقدم فضيلة الشيخ تسمع كذا تقول لزول ده عنده موضوع خش جابه في الغناء مرة مع محمد الياقوتي ذلك الضل المبتدع المجرم الياقوت مرة جابه مع الخنجر الخنجر القال الشيخ بنزل المطر على حسب الطلب عجبك ما عجبك ما عجبك أمش افتح بلاغ وين في الشرطة جابه مع ده تدخل بلاغ شان ما تقول نحن قاعدين نتقول عليهم شوف في الغناء بتاعة اس 24 كويس الخنجر قال ليه الموضوع كان عن مسألة قرار الوزير اللي وقف الحلقات وديل ما أنهم علاقة مع الحلقات الشغالة في الأسواق وناس الخنجر أصلا مشكلتهم مع ديل بدليل أنه أول كلام قاله الخنجر في البرنامج انت خوش أحذر أول كلام قاله قال هذه قال قرار الوزير ده قرار موفق وقرار صائب لأنه هذه الحلقات قامت على التكفير تكفير المجتمع وتكفير الأشخاص والمشايخ بعينهم قال الحلقات بتاعة ناس مزم الفقير وهو بكر هداب عديل جاب بليش ده الخنجر ياخد ما عنده حلاقة مع مزم الفقير وهو بكر هداب الخنجر ذاته ما عارفه بينضم مع منه انت ما جيب الشخصيات اللي انت داير الخنجر جيبوا نقعدهم قال لزول ده حلقات التكفير ده شبه لك ونحن كجماعة ونحن في الجماعة كل ما أقول كلمتين ونحن كجماعة ونحن في الجماعة يا زول دي جماعة ولا نادي دار تعمل لاي علانات كويس قال لنا لا نكفر الناس الخنجر قال له ابن باز كفر صحابة في شرحه في تعليقه على فتح الباري لابن حجر والله ما أرد ولا فتح خشم ده الكان قاعد جواده خوش عذر الخنجر كذب ابن باز ما بيكفر صحابة عليه رحمة الله ما بيكفر صحابة لكن ده زول كذب وزول مدلس وده دي المش بيقولوا العلماء وهؤلاء الشباب لا يحترمون العلماء طيب انتم ما بتحترموا العلماء ليه زول يطعن في إمامكم لو كنتوا على حق زول يطعن في إمامكم ولا ما إمام الشيخ ابن باز يطعن فيه يقول لك بيكفر الصحابة وتجي تقول لا نحن في الجماعة ونحن كجماعة انت ما ترد رد علاه قال له ما في كلام قال لنا بجيب لك الكلام موسق ونفس الكلام ده قالوا لزيرك للهواري رئيس المجلس العلمي كما يزعمون لا في مجلس لا في علمي كل كلام فارق عرفته؟ قالوا له لزيرك في نفس الغنى قال له ابن باز يكفر الصحابة وده الكتاب يا الهواري ده الكتاب عديل جاب لأ في وشه قال له ده الكتاب قال لأ نعم نعم أنا قرأته أنا قرأ وسأرد سأرد دار ترد متين سأرد متين دار ترد ما تزول قال لك ده الكتاب ما ترد طوالي لكن عشان تعرف ان الناس ما عندهم علاقة مع العلماء ولا عندهم علاقة مع أهل العلم ناس مجرمين ضيعوا الدين جاب في لما جاب مع اليقود قال القواسم المشتركة بيننا وبين الصوفية كثيرة قال ده الحسك أنقبوا شوية جوا شمات الخدعو ما يقول لك اللقاءات الليلية جماعة صار السن يا ذول عملت ليلية عملت نيلية في شارع النيل اتضال ما عندك شي ما يقول شوك ساي لقاءات ليلية غرفت واحد شايل اللافتة وخاشي واحد شايل اللافتة ومارك ودكتور لقطنه جايبينه من وين كويس دي الناس فشلة ضيعوا الدين زمان زي ما كلموك الإخوان ضيعوا الدين وضيعوا دعوة التوحيد واشتراهم الإخوان المسلمين زي ما قال لك أخونا يوسري وإلا ما بينضموا السيدرائي في الخنجر يقدر يتكلم فيه يقدر يتكلم في الدكتور القنجر يقول له في المرامج يقول له يا أخو أنت زول دكتور في العقيدة بالله يعني دار يقول لك كيف أنت دكتور في العقيدة وتقول كده والبرة عنده أربعة دكتورة وبيقول غير الله بيغلك تقول لي يا أخو أنت دكتور في العقيدة لشان تعرف أن الناس ديال فشلة فشلة ناس الغنزات وما بجيبوا لك إلا حمام ميت ساي والله لازم يجيب لك حمام ميت بس والله الخنجر ده والله بيحول الله وقوتي ما يأخذ معانا خمسة دقايق والله خمسة دقايق ما يأخذ عرفت والله شفت نرفع لك كده داك اسمه منه ميسي شفت بيدعاما مع الكورة كيف والله نرفع فوق وتحت وباليمين وباص بر الغنة طوالي والله لو ما شال شبط وجرع من الغنة تعالي أنت قل لنا أنتو كالضابين بس يجيبونا كيف يجيبونا ويفتحوا لنا المجال تماما ما يجيبو لنا يزول في النص وأنا أسألك أنا أسألك يزول ما تساني وليه حاجة خلي ليه الزول دا بس وقفل الاستيديو وأمرك بره خلينا هنا نداوى أستمر نموت ذاته قفل الاستيديو وأطلع بره بس خلي المشاهد يستمتع بره والله لو عملوا كده والله تشوف غبار الاستيديو مش مكيف تشوف غبار جو التكييف دا داته والله العظيم لكن ما يجيبونا لأنهم عارفين عارفين والخنجر يقول لك يا أخي حلقات مزم الفقير هو بكر يعني هو ما داير دا ما داير مين البل الدكتور كان هنا قبوش هو ما دايرك أصلا لأنه انت ما زوله بتقل بيك وبجدعك بره عارفته فهذا يا أخوان لسه الفوائد كثيرة في الآيات لحكينا الإخوة شايف بيقولوا نفتح فرصة ما ظنيت يخشوا يا أخي ما ظنيت والله الفرصة مفتوحة فضل طيب السلام عليكم نحن والله يا شبيب سعيدين بوجود المسرح الكوميدي السلفي اللي هو اطولنا مع شعناه طبعا الشباب ديل قبل مثلا السنة الفاتت أو قبل السميستر دا كانوا متواجدين هنا ونحن كله أربعاء كنا منجي هنا نستمتع بالمشادات اللي هي بين الصوفية والسلف والشنة الحملات اللي بشنوها الشبيب ديل على العلمانيين الجدد الموجودين في الداخلية وانا برضو وانا برضو من المنبر دا داري رسل يعني بعض التحاية كده لأخواننا أنصار السنة نسبة لانفتاحهم على الصوفية تمام انفتاحهم على ما بعد الحداثة والحداثة شكرا شكرا فانصار السنة طبعا يعني مشوا شوية من خطاب الكراهية دا اللي هو ببسوا في الشباب ديل وطبعا في معادلة ظريفة قاعد يقول المتزمي الفقير إنه بقول لك يا أخي إسلامي زي قروش بديك شعبي بديك كونس إسلامي ناقص قروش بديك اللي هو الشعبي في معادلة بسيطة أنا دار يعني الطرفة كده على نهج متزمي الفقيري شفتو سلفي زايد قروش أو زايد السلاح بديك داعشي لكن سلفي ناقص قروش بديك أصار سنة فالشباب ديلازي أنا متكد اللي هو بالتطرف الشهلين في رسال وندا تمام الحياة الكثيرة دي وخطاب الكراهية بس ما لاقين سلاح بس لو لاقين سلاح بدري كان كسروا القبا وكان قتلوا شيوخنا في الصوفية ومن هنا دار رسل برضو التحية لشيخي كنجير وامنة في منطقتنا هناك زول واصل والله وزول زول دين ها زول زول دين والله والله احنا منقول له منحبك في الله وطيب الله وصراك ورودتك الشريفة وإن شاء الله لك جايين جايين وشكرا لكم طيب 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 الشاب المتحدث أول حاجة اتهم المنبر السلفي بإنه مسرح كوميدي والله هذا اتهام عجيب جدا يا أخي منبر يقال فيه قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون مسرح كوميدي انت شايف فيه طرزانات هنا هسي في المحل دا فيه طرزان بنطط في المكان دا فيه تو منجير هنا فيه الفاضل سعيد واقف هنا فده اتهام باطل منك أول حاجة وبعد دا كله تقول براحة براحة وكيد عارف الشغلة دي سخنة بتخش ليه وكيد عارف الموضوع دا سخن البدخي لك شنو والله دي قصة عجيبة الواحد يخش يقول لك براحة براحة والله دا موضوع عجيب عرفتا فقال دا قال دا مسرح كوميدي ياخد ما مسرح كوميدي دا منبر سلفي يقول قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه امتى طيب قام يا جاب الكلام أخونا مزمّل انه كوز زايد قروش بساوي وطني وكوز ناقز قروش بساوي شعبي وده كلام حق كلام أخونا مزمّل لا حق وكلام واقع انت ما شايفه الشعبي ناسي ها كأنهم خشبهم مسندة الواحدين لا يعملوا لتاكالة بالجنبات منتهي مرة واحدة ليه لأنه أبوه مات صار يتيما دا بيقي يتيم تانيم يا أبي يستحيق للزكاة عرفتا وأبوه الشيخ قال ما في زكاة فمشكلة أبوك قال ما في زكاة وإنت بتستحق الزكاة يدوك من وين دا بقى وضوع تاني عرفتا قام قال قال ديل سولة في زايد سلاح بيديك داعش وسولة في ناقز سلاح بيديك أنصار السنة وماشى مدح أنصار السنة وقال النازل اتطوروا من مرحلة النبز وكيدا وماشى لي مرحلة كويسة والله دي والله دي يعني مصيبة والله كونه يمدحكم زول زي دا والله دي والله دي مصيبة أنصار السنة يمدحكم زول زي دا دي دي مشكلة والله وإنت جاء لك أفكار في راسك وإنحنا بنحب الوضوح أنا قبل قلت لك خليك واضح ومن برنا دا مبني على الوضوح والصراحة والواضح ما فاضح زي ما بنقول تعال خوش قول أنا كده أنا كوز أنا شعبي أنا شيوعي أنا علماني عرفتا وإن كان مدح العلمانيين وأنا بشون فيه ريحة العلمانية برضو عرفتا مدح العلمانيين في إمتى فقال سلفي زي سلاح وقال التطرف الشايلين في راسه وين التطرف تعال عرف التطرف ذاته ما هو التطرف وين التطرف وقال ديل ما لقين سلاح ونلقى لك ما لقين نحن لو أصلا عندنا الأفكار بتاع الداعش ودارنا دمر الشغل مرة واحدة والله أنت من النجيلة دي ما تمرك والله من النجيلة دي والله ما بتطلع لا السلاح صعب يا أخوان كونه تكون عندك سلاح صعب الموضوع ده ما صعب فنحن ما عندنانا الأفكار بتاع الداعش حصل لقاك داعش عمل منبر للحوار والنغاش داعش ده بعمل منبر للضبح بس ما في حوار والنغاش طاق بشير راسك بره والموضوع انتهى فده ما شغلنا نحن هنا كم سنة بنتكلم حصل يوم كتنى كتنى لينا علماني في المحلة حصل يا أخوان حصل يوم جمنا شيوعين وضبعناه كده وزعنا شعره لطلاب الكلام ده حصل يا شباب ما حصل يا أخوان فنحن ما كده نحن ما مضطرفين ولا الفهم بتاع داعش والفكر بتاع داعش ده ما من الإسلام في شيء أبدا ولا يمثل المنهج السلفي إطلاقا فإنت جاهل أصلا بالمنهج السلفي أنت تعال قول علموني ما هو المنهج السلفي ما هي السلفية عشان نعلمك بعدها تعرف تفرز يا أخوان قال الله نحن أسف في 2017 أنت لسه شغل أمارك بتلك ما بتعرف ناس داعش هم منه وما بتعرف السلفيين مين وما بتعرف أنصار الصنة مين أنت معنات قاعد في الجامعة دي ساي لا قاعد تقرأ ولا بتحضر ولا بيتجدع ولا بيجيب الحجار ما عندك أي موضوع فيهمتا؟ طيب يا أخي ما عندك شي تاني يا أخي الفرصة مفتوحة طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا صوفي عدي لا جماعة وانا والسبعة قبائل الشيخ دريس الدالرباب والشيخ حسن الدحسونة الشيخ عجيب المانجولو والعقوباب والصادقاب والشيخ السوار الدهب والشيخ عمر الدبلال في بربر وفي كل اللحن والأدخالات وأخواني ناحس اسمه ودحاج البيت في المحمية هنا وفي كل اللحن والشريف بقلنا يا جماعة شامد خمونا ساكت والدين ذا على الطلق دخلوا ينزل صوفية الدين ذا دخلوا السودان ذا الصوفية ناحساج الدين البهاري ومحمد عثمان الختم ومنين التحية للختمية ولكل الطرق الصوفية وشكرا جزيلا طيب أول حاجة نحن مبسوطين جدا إنه زول يبقى شجاع ويصرح بمنهجه دي مرحلة كويسة كونه دولانا صوفي عديل وجراه كمان دي مرحلة كويسة قام شكر الشيخ إدريس ودى الأرباب ودحسونا وقام قال ديل ادخلوا الإسلام في السودان ناس تاجدين البهاري وغيرهم أول حاجة كده نبدل أول حاجة بين ناس وديل إدريس ودى الأرباب عليك الله في الطبقات هنا طبقات والضيف الله جيبوا جيبوا الطبقات شانا وريك إدريس ودى الأرباب أب فركة الصفحة 25 طبقات والضيف الله والكتاب دي يدرس في الجامعة دي كلية الأداب جامعة الخرطوم الصفحة 25 قال ومنهم الشيخ إدريس ودى الأرباب أب فركة أول حاجة فركة دي دارين نعرف موضوعه فركة زكرة صاحب كتاب سراج السالكين ودبدر ناس أمضو تغريبا الصفحة 134 رسائل الزكر والذاكرين سراج السالكين ودبدر قال لله ثمانية أولياء كمل منهم أربعة في اليمن ومنهم أربعة في السودان قال أما الذين في السودان قال منهما الشيخ أحمد الطيب بن البشير قال ملكه الله الكون 33 سنة ما نقص جناح بعوضة ده أول حاجة كفر نمرة واحد يا أخوانا ربنا بيملك الكون لزول بشر ساي يا أخي الرسول ربنا ما بيملك الكون كيف يملكه لأحمد الطيب ده زول شفت ساي ما تدعبه غادي في ومرح الله قال ملك الكون كم 33 سنة قال بعد 33 سنة رجع الكون زي ما هو ما في جناح بعوضة ولا لستك بتعرك شطقة زاي ما في ده ديالة صوفية وأنا صوفي عديل قال لي قال لدي حاجة أسي بيفتخروا بها ولا لو قلت أنا ودميكي كان شوية أخف ضررا تقول لي أنا صوفي عديل كمان ما لي حلقومه ما لي حلقومه بالتصوف أخير لك تملأه من ودر ريح ساي والله أحسأل لك تعرف ودر ريح العمار الجيد أخير تملأ حلقومك من هناك وإن كان كله حرام بدل ما تملأ لي حلقومك أنا صوفي عديل بالله صوفي عديل كيف هو ما في صوفي عديل على وجه الأرض أصلا ما في صوفي عديل أي صوفي ملو له قال الولي نمرة اثنين قال منهم حسن واتحسونا قال وكان يحيي الأموال ده واتحسونا اللي يفتخر بها نمرة لا تدفع الله المصابا قال وكان يجر الشمش مع الملائكة يجر الشمش مع مين؟ مع الملائكة ونحن منقول الملائكة ما بيجر الشمش لأنه ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما الملائكة أبدا قال ومنهم الشيخ دريس ودى الأرباب عب فركة الهو المالباح القوم الوضى صوفدة قال أكرمه الله بفركة من لباس الجنة تخيل ما عايزه أول ما شأل أحد في الجنة ما جراجع إلا بفركة ألاقي الله سي لو ودوك السعودية الجنة خليها لو ما شأت السعودية بتجي بفركة السعودية بس أل بيجاي مش بتجي شاهل معاك لبنيدو وكده وبطانية سمحة ولا ما كده تجي شاهل لك فركة خيبك الله يا صوفي انتما بتعرف الفركة دي بيستخدموها وين قال أكرمه الله بفركة من لباس الجنة طيب بناء على إنه بيستخدم الفركة شوف كان بيسوي شنو في الطبقات جبت الطبقات قاعد تهيد ما في ما في مشكلة منجيبه لك الصفحة 25 قال وأدخل على مولود شافع يا داب ولده يا داب قال فدخل الشيخ وطلب منه أن يحنك المولود يحنك طبعا ما بي لغة الشباب إنه يحنك الشافع الصغير ده ده ما بي لغة الشباب وإن كان صوفيه بيعملوها والله العظيم في الطبقات في طبقات الشعراني نقل عن واحد قال وكان يتحسس على مقعدة عيدة الغلمان والنساء قال دخلوا على مولود مولود يا داب ولد ماذا يرضع قال فأخرج النساء قال لهم أمرقل طلعوا عن النسوان كلهم قال واتحزم بالفركة ربط نفسه تعمام بالفركة وأخرج سذيه أول حاجة دي خط تحيط خطين العمر في راجل يخرج سذيه ما يخرج دي معنات أكان جوشي مش كده يا ناس في راجل بيخرج سذيه أخرج من وين يعني لابس حاجات ولا شو أنا بسأل سؤال للصوفي من وين أخرج سذيه قال فأخرج سذيه والله الصفحة 25 قال فعصر على سذيه قال وملص القميص ما بتحمل وما قال الشغل دي بيوزع فيها بس كويت بتعبرك وما عارف الحاصل ده أظن بكون سوفي جديد قال ملص القميص وأخرج سذيه ملص باللغة السودانية الدارية ملص مملام صاد ملص القميص يعني بعدين ما تقول لي لا معناه ما كده لا كده ملص القميص وأخرج سذيه قال وعصر سذيه فدرت لبنا قال فأرضع هذا الغلام من هذا اللبن يا أخوانا في شيخ بيرضع كده كده فسيوليجيا كده فسيوليجيا يا أخوانا المرضات ما بترضع إلا بعد شنو إلا بعد عرسوها ولا ما كده اللبن ده ما بيجي قبل الزواج في النساء اللي الله خلقهم وبيجي منا إلى اللبن اللبن ما بيجي إلا بعد شنو بعد الزواج فدارينا عارف إدريس ودى الأرباب ده جاب اللبن من وين سؤال لصوفي من وين جاب اللبن طلع لبن عديل ما بعرفه بستي ولا كابو الله أعلم لكن طلع لبن وردع الشافح فصار هذا الطفل من أولاد إدريس ودى الأرباب من الرضاعة ها دي حلوها دي حلوها جاي التفتخر لي تقول لي أنا صوفي عديل الشيخ إدريس ودى الأرباب وتحسونا شاكد أنا قبل قلت لك أخير تقول أنا ودميكي ولا تقول لي أنا صوفي ماذا التصوف تقال التصوف ده شنو البرعي قال الشيخ أحمد الطيب ابن البشير قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد دي وقليك سلام مني له سلم يا ولد القلب البيت شنو ولد يا رأت إجينا الصوفي ده وارينا الحاصل نحن ذاته نشوف ذاته انت من المقلوبين والمقلوبات واللي انت سكن ولا أصلي دارينا شو الحاصل ما شيخ قال أنا ما جبت لك كلام من عندي شيخ قال بيقلب في مد قال قلبوها ولد فاحتمال يكون السلخ الشلين ده الله أعلم أنا ما بعرف كذا تعال ورين ذاته نعمش نعمل فحص نجيب العاصل فيمتى فأنت يا صوفي ما تورد نفسك زي والله ما تورد روحك ما تشوف النجيلة والخدرة الظريفة وتقول هنا في جو رومانسي يا دول هنا في فرم فرم مرة واحدة عرفتها هنا جو ما فيه رومانسي هنا ما فيه أفهم المعلومة دي يا صوفي إلا تجينا ذول محترم مسلم محترم ذول دار تعرف الحق والله نشيلك فوق راسنا وممكن نجيب لك عصير وممكن نقطع لك وردة من هنا لو في وردة ونديك لها نقول لك هدية من المنبر السلفي بس تجينا ذول محترم مسلم محترم دار الحق أما خلاف كده أمام نخليك والله فيمتى؟ قال الصوفية دخلوا الإسلام في السودان قال تاج الدين البهاري كذب تاج الدين البهاري دوو سنتكم تسعمية وشوية تاج الدين البهاري دخل دخل سودان سنة تسعمية وشوية ودخل الطريقة القادرية في السودان أول طريقة والكلام ذا ذكروا صاحب الطبقات والضيف الله والإسلام خشي سودان سنتكم واحد وثلاثين هجرية ياخد في التاريخ تخشي تجامعة كيف كلام ده في التاريخ بيقرروا لك في سنة آمنة في أول سانوي بيورق إن الإسلام دخل السودان سنة واحد وثلاثين هجرية على يد الصحابة الجليل عبد الله بن أبي الصرح والآن مسجد في ضنقل العجوز في الشارع بيضع ضنقل والتماشي لما تفوت القولد بتلقى اللافتة مكتوب على كده في أسهم مكتوب مسجد عبد الله بن أبي الصرح في ضنقل العجوز ده أول مسجد في السودان بتاع صحابة تقول لي تاجدين شو بين تلتمية بين تسعمية وبين واحد وثلاثين في كم سنة قال الصوفية دخلوا الإسلام يا ذول إسلامكم ده ادخلتوا أنت يا صوفية لو صح إنهم نسميه إسلام ده ما الجبيه النبي عليه الصلاة والسلام وده ما اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دين أبدا ما في في الإسلام شيخ بيرضع ما في في الإسلام بيت بيقلبوا أولد والعكس ما في كلام زي هذا في الأزاهير أزاهير الرياض صفحة 200 أزاهير الرياض تعاليف عبد المحمود نور الداي صفحة 200 يا صوفي ذكر عن أحمد الطيب بن البشير بل إسنات بل إسنات قال ألقيت علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب رحيم إلى عبد أحمد الطيب بن البشير قد غفرنا لك ولأهل قرابتك قال قلت ظني في أكثر من هذا قال فجاءتني أخرى فيها ما في الأولى وزيادت وقفرنا لك ولوالديك ولجميع قرابتك قال فقلت ظني في ربي أكثر من ذلك فجاءتني ثالثة فيها ما في الأولى والثانية وزيادت وكل من عرف اسمك هل دا الإسلام الدخلت يا صوفية دا الإسلام الدخلت في الطبقات في الطبقات والضيف الله نقل عن واحد قال وكنت أسعى قال لرؤية سرة الشيخ سرة الشيخ سين رأها عرفتها قال لأني علمت أن من رأى سرة الشيخ لم تأكله النار يعني دار تخش الجنة قل بتكبر بعد شوية بندخلك ما تستعجل أصلا شغل هذه الليلة شفتها لو دائرة صباحي ما عندنا مشكلة بس أنت أكرب بانطلونك وقاشك تمام شا ما تجينا بانطلونك ينزل أكرب تمام وتعال عرفتها قال لأني علمت أن من رأى سرة الشيخ لم تأكله النار يا أخوانا دخول الجنة برؤية سرة الشيخ دي ما قلت أدب يا صوفية تايد قل لي أنا صوفي عديل يا أخي تمام بتخجل سرة يا أخي نحن نقعد نباري نباري الشيخ الشيخ متى نرى سرتك أيها الشيخ نقعد نباريك يعني وعندك يوم اسمه اليوم السري تقعد كاشف كده والناس سيد عائل ولا كيف يعني العاس شنوب الزب في جنة بخشوها بالطريقة دي يا أخوانا ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية ما قال من رأى سرة الشيخ فدي قلة أدب ولو دائر نمشي معاك لكي دام والله يبي تطرش التصوف ده تطرش طراش عرفته فدعم أنت ما عندك موضوع يا أخي الله يهديك يا أخي نسأل الله أنه يهديك ويردك إلى الحق ردا جميلة الفرصة مفتوحة للحوار والنغش يا أخي ده ما عنده موضوع ده ده عزبنا في شارع المين يا أخي بنعرفه ما عنده موضوع يا أخي تعال من ورا تعال تعال